السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله اشعر لكم الرابع بيتكلم على شابتر اخذنا في العديد كده ازاي ادراح سيب وازاي ادراح سيب. المرة ان شاء الله نشرح ازاي اشرح او ازاي نقدر نحسب قيمة الكاباستنس بتاعته. تمام? فاحنا عندنا الشابتر كاباستنس اوف ترانسميشن لايم. بنفس الطريقة بتحساب احنا عندنا القانون عام لحساب بنقوض فيه والاختلاف فقط في حساب قيم ايه? قيم الجي امي دي والجي ام ار زي ما كنا بنعمل في الكاباستنس. طيب فاحنا عندنا قانون العام بتاع الكاباستنس بيقول ايه? ان سي. بتساوي. البسط بتاعنا عبارة عن اتنين. مضروب في باي. مضروب في ابسلون نوت. تمام? على المقام بتاعنا لن. افتح قوس. الجي امي دي. مقسومة على الجي ام ار سي. الجي امي دي مقسومة على ايه? على الجي ام ار سي. طيب. ليه هنا قلنا جي ام ار سي عشان نفرق بين الجي ام ار الخاصة بالكاباستنس والجي ام ار الخاصة بالايه? بالاندكتنس. تمام? لان القانون هنا عندنا متشابه. الجي ام دي في الكاباستنس هي هي نفس الجي ام دي ما انا بحسبها فين? في الاندكتنس. الاختلاف الاولاني بين الكاباستنس والاندكتنس هو فين? في قيمة الجي ام ار. هو هو احنا عندنا نفس الطريقة عندنا القانون عام بنعوض فيه. عندنا فيه طرق لحساب الجي ام دي زي ما خلنا've . في في اللقه الاندكتنس في السلوات كوندكتور في في السريفين وال .. الشرك Pluto السيميدريكال والانسيميدريكل. كل الطرق دي كلها متشابهة في حساب الاندكتنس وحساب ايه؟ وحساب الكابستنس. الاختلاف? في القانون العام? بعد قائمة الجي اسميدلي يي والجي امم اار اروح اعوض فين? في القانون العام بتاع الكابستنس او القانون العام بتاعيه. بتاع الاندكت. تمام? طيب ده القانون العام بتاع الكابستنس هنا. فيه عندنا اختصار بنستخدمه في حل المسائل ان عندنا هتساوي. البسط عندنا عبارة عن خمسة خمسة ستة. والمقام عبارة عن نفتح قوس على الجي ام ار سي. تمام? طيب. القانون اللي تحتها والاختصار اللي تحت ده هيطلع علينا قيمة الكابستنس عندنا بالمايكرو فاراد. مايكرو فاراد. لكل ايه? لكل كيلو متر. مايكرو فاراد لكل كيلو متر. تمام? تمام. طيب. واحنا عندنا هنا ده القانون العام بتاع الكابستنس. عندنا في قانون تاني اسمه ايه? اسمه اللي تشارجين كرنط. لو انا عايز اقصد قيمة اللي تشارجين كرنط. الطيار اللي بيتم استهلك و نتيجة وجود الكابستنس بالترانس مشو الليين دي في اسمه ايه? اسمه كرنط. فعندنا هنا التشارجين كرنط بطينا اللي هو الرمز بتاعه بيساوي ايه? بيساوي بتاعنا او بتاع السابلاي مضروف في قيمة اللي انت حسبتها في في المطلوب الاولان. خلاص? ببطال المطلوب التاني او ده القانون التاني عندنا في حساب او في شابتر بتاع بعد حساب قيمة بتروح تحسب النتجة او مستهلكة نتيجة وجود في بتاعي. تمام كده? طيب لو عايز احسب بقى انا هنا عندنا طيار بيستهلك بسبب وجود طب لو عايز احسب النتجة من وجود دي فاحنا عندنا القانون بتاعها هيساوي ايه? هيساوي اتنين طبعا الرمز بتاعها الكيو. الكيو ايه? سي. تمام? طيب هتزاوي اتنين مضروبة. في باي. مضروبة في اث تردد اتنين باي اث. تمام? مضروبة في السي الكاباستنس نتيجة حسبتها. مضروبة في الفي لاين. الفي لاين ايه با? الفي لاين تربيع. مضروبة في الفي لاين ايه? تربيع. قيمة بتاع السابلاي بس ايه? تربيع. تمام? طيب. يوبا دي الثلاث قواني الاساسية عندنا في شابتر بتاع الكاباستنس ازاي يحسب قيمة السي? ازاي يحسب والقانون التالت بتاع حساب ايه? او قيمة آآ الناتجة من وجود الكاباستنس في شو الله. طيب هنبدأ بعض ونشتغل على الحالات اللي احنا اشتغلنا عليها زي فاحنا عندنا في الحالة الاولانية كان عندنا في السنجل في السيركيت. السنجل فيز السيركيت. تمام? كده ممكن الشكل اوضح شوية. في السنجل فيز سيركيت عندنا آآ الكاباستنس بين آآ بتاعة اللاين آآ نفسها كانت بتساوي قانون العام هو نفس القانون العام بتاعنا. قيمة الجي ام دي عندنا لو احنا عندنا سوليد لاين. يعني لو هجرسم هنا. شكل السنجل فيز ترانس مش اللاين. فعندي الاتنين ايه? نفس المسافة ونفس الريديس نفس الريديس ونفس المادة. وبتقطع ما بينهم مسافة ايه? مسافة دي. المسافة من هنا الهنا زي ما اشتغلنا بالضبط فين? في المسافة الافقية من السنتر للسنتر بتساوي ايه? بتساوي دي. تمام? طيب. فاحنا هنا عندنا في في سنجل فيز سيركت. في سنجل فيز سيركت. قيمة الجي ام دي هتساوي كم? بتساوي الدي. والجي ام ار نيجي هنا للاختلاف التاني بين الاندكتنس والكباستنس ان الجي ام ار بتساوي الار مباشرة بتساوي ايه? بتساوي الار مباشرة. هنا عندنا الجي ام ار سي يعني الجي ام ار الخاصة بايه? بحساب الكباستنس. بتساوي ايه? بتساوي الريدياس بتاع الكندكتور بس. تمام? فاحنا عندنا هنا ده اول اختلاف بين حساب او طرق حساب الكباستنس والاندكتنس ان اي جي ام ار لحساب الكندكتور الواحد بدل ما كانت بتساوي ار داش في الاندكتنس هتساوي في الكباستنس ايه? ار. بدل ما كانت بتساوي ار داش اللي هي بوينت سبعة سبعة تمانية تمانية في الريديس. زي ما كنا نحصلها في المرة دي هتساوي على طول ايه? الريديس مباشرة بتاع الكندكتور بتاعي. تمام? فده اول اختلاف بين حساب الاندكتنس وحساب طيب. النقطة التانية لو عايز احسب الكباستنس بتوين ايه? كنا في الاندكتنس لو عايز احسب الاندكتنس الكلية كنا بنعمل ايه? بحسب ال ال وي وبنجمع الاتنين على وبعض. في حالة هنا لو الاتنين لیوم نفس الريديس والاتنين على مسافة واحدة اللي هي الدي فبالتالي لما اجا احسب ال بين كباستنس بتاعت ال هنعمل ايه? هنحسب اه بتاعت ال وحد بس نقسم على ايه? نقسم على اتنين. لان احنا عارفين في حالة ان الكباستنس في التوالي. الكباستنس الكلية او بتساوي ايه? لو انا عندي ساي توتل. فهي بتساوي واحد على لو هما توصلين توالي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين. ده لو هما متوصلين ايه? توالي. يعني الدايرة عندنا دايره عندنا عندنا ال leva or الكونداكتور الاولاني متوصل مع التاني. في دايرة واحدة زي دايرة بداختنا. فبالتاني بتاعة بتوصليني على حقوق men outrageous. في من ما اجي عسب ساي هتساوي ايه? واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين. طب ما اننا عندي سي واحد بتساوي سي اتنين. فبالتالي الكباستنس الكلية هتساوي ايه? هتساوي السي اللي انت حسدتها للكوندكتور الاولان من القنون العام مقسومة على كام على اتنين. فبدل الاختلاف التاني برضو بين الكباستنس ايه? والاندكتنس. ونحن عندنا الاختلاف الاولاني فين? في حساب الجي امه ار. فالاندكتنس كان الكوندكتور رول واحد لو عايز احسب ال hemmR بتاعته مباشرة فقط. تمام دي الحاجة الاورانية.. الحاجة التانية. في ooh او الكاباستنس للسيركت كلها. فالسي توتال عندك لهم الاتنين مفروض سيريس بتساوي ايه? واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين. وبما ان سي واحد بتساوي سي اتنين لان نفس الريديوس ونفس الابعاد فالكاباستنس الكلية بتساوي ايه? بتساوي السي على كم? على اتنين. تمام? طيب ده الفرقين او الفرق ده اعتبر كل الفروق المختلفة بين الكاباستنس ويه? والانده. طيب تعالوا نبدأ نحل في الشيت بتاعنا. عندنا المسألة آآ هنبدأ نشوف المسائل اللي موجودة عندنا. فعندنا هنا في المسألة رقم واحد. بيقول لك فجر واحد. همديك الفجر ده. خمسين هيرتز متين وخمسين كيلو متر. وبحنا عارفين نفس القوانين بقية وهي هي هي نفس الطرق بالزبط بتاعت ايه? بتاعت حساب تمام? طيب. فاحنا عندنا هنا آآ ده عبارة عن سري فيز. سري فيز هل هو سيمتريكال ولا انسيمتريكال? هو انسيمتريكال. التلاتة مش على مسافات متساوية. هنا عشرة متر وهنا عشرة متر. وبين ايه و سي كام عشرين متر. طيب. هل التلاتة عبارة عن سلد? ولا دابل سيركيت ولا باندل? عبارة عن باندل. تمام? طيب. فاحنا هنا بيقول لك ان بين كل وفازة وفازة. هو افلات هوريزنتل يعني ايه? متوزع آآ افقيا. وبين كل وفازة وفازة كام? عشرة متر. تمام? بتوين كوندكتور. طيب. يعني بتاع بتاعك عبارة عن واحد واثنين من عشرة سنتيمتر. ده الكوندكتور اللي هو ايه? تمام? طيب الكوندكتور ايه نفسه مكون 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 من جمعة من الموصلات الصغيرة. تمام? بس هو هنا ميديك ايه? يعني ميديك النص القطر الخارجي بتاع الفازة ايه ده? بتاع الكوندكتور ايه? بيسو واحد واثنين من عشرة سنتيمتر. يبقى انت ممكن تعتبر ممكن تعتبر ان الكوندكتور ايه ده عبارة عن ايه? عبارة عن فازة واحدة. يعني نيجي نرسم مسلا الرسمة بتاعتنا بالشكل ده كده. خلاص الجوز ايضا نبغيه. فنيجي نرسم المسألة بتاعتنا دي المسألة رقم واحد. روبلم واحد. تمام? نيجي نرسم الرسمة بتاعتها. هو ميديك بتاع ايه? بتاع كل ايه? بتاع كل كوندكتور. تمام? ميديك بتاع ايه? بتاع كل ايه? تمام? فده الاولاني. ودوت تاني. كل واحد عبارة عن ايه? عبارة عن كوندكتور. يعتبر لان هون ميديك بتاعه. والريديس بتاعه بواحد وايه? بواحد واتنين ايه? واتنين من عشر. تمام? طيب. والمسافة الافقية ما بين كل فازة وفازة بتساوي ايه? من هنا الهنا. وبتساوي برضو ايه? من هنا الهنا. فبتساوي هنا كام? هنا عشرة متر? وبتساوي هنا كام? عشرة متر. خلاص? فده كده ايه? كده وسطنا المسألة اللي جايلنا هنا دلوقتي. المسألة دي بدأ المكان عبارة عن كل فازة من كوانة من ايه? من كوندكتور وكل كوندكتور عبارة عن سترندد. هو هنا لما ندك بتاع الكوندكتور فانت اعتبرت ايه? لغيت اللي موجود ده واتبارت يمكنه كوندكتور واحد بواحد واثنين من عشر ايه? اثنين من عشر سنزل. ومتديك هنا او المسافة بين اي و اي داش بتساوي كم? اربعة من عشرة متر. تمام? و المسافة من b داش اربعة من عشرة متر. والمسافة من c ل ايه? بتساوي ايه? اربعة من عشرة متر. تمام? طيب طيب بطار انا نروح نكتب الداتا الخاصة بالكلام ده. فانا عندي هنا واحد. الداتا بتاعتي كان ايه? ان الد او او بتساوي كم? يبقى مسافة من كل فازة وايه? والتانية بتساوي عشرة متر. طيب البندل دي اللي هي ايه? المسافة بين كله والتاني لنفس الفازة. يعني ده هنا ايه داش? ده بي بي داش سي داش. طب المسافة بين ايه و ايه داش ديكة بتساوي كم هوم؟ ادهارك اربعة من عشرة ايه? اربعة من عشرة متر. تمام? اربعة من عشرة ايه? متر. طيب الار بتاعتنا بتساوي كم? بتساوي واحد واثنين من عشرة صمتي. تمام? والتردد الفريقونسي بتاع بتاعنا. كان بيساوي خمسين هيرتز. وال اللي هو من دهولك كان بكام? متين وعشرين كيلو متر. بيساوي متين وعشرين ايه كيلو فولت يعني كيلو فولت. تمام? طيب. وايه تاني بيدي لك ايه تاني? الطول بتاعك متين وخمسين كيلو متر. بتاع اللاين بيساوي متين وخمسين كيلو متر. اول ما طور مسألة تحدد المسألة بتاعتك هي تمام? وتبدأ تكتب ايه? الداتا اللي هو من دهولك. وانا عندي هنا سري فيز ترانسميشن لاين. وتبدأ تفرغ ايه الداتا اللي من دهولك فين في المسألة. طيب في ايه حاجة تاني ايه المطلوب? هو مطلوب عايز يحدد. هنا هو عايز يحدد اللي هو طبعا? طبعا برفيز. وقيمة اكتب باور الكيو. طيب هو عايز يحدد وعايز يحدد قيمة الكيو. طيب. على شو نقدر احدد قيمة الكيو وقيمة لازم اعمل ايه اول حاجة? اروح احسب قيمة السي بتاعتنا. اروح احسب ايه? قيمة السي. تمام? طيب. انا عندي هنا السي. لما تجي تحسب قيمة السي. نكتب القانون العام بتاعنا اللي هو بوينت زيرو. خمسة خمسة ستة. ده البسط بتاعنا على المقام اللي هو ايه? تفتح قوس الجي ام دي على الجي ام ار سي. تمام كده? طيب ده القانون العام بتاعك. طبعا ما تنساش ان التمييز بتاعك هو ايه? مايكرو فراد. لكل ايه? لكل كيلو متر. فانت رايز تحسب يبقى لازم بتحسب الطيار اللي ماشي في اللاين الكلي. فتضرب بتاعتك فين? في طول الترانسيميشن اللاين بتاعك. طيب احنا هنا عندك ده عبارة عن سري فيز. وعرفنا السري فيز الجي ام دي لما اجي حسبها الجي ام دي هتساوي ايه? بالقوانين بتاعت السري فيز ان الجي ام دي بتساوي. بتساوي الجزر. الجزر التالت. بتساوي الجزر التالت. لايه بقى تحت الجزر? الجزء اللي تحت الجزر اللي هو الدي اي بي مضروب في الدي بي سي مضروب في الدي سي ايه. التلاتة او التلات مسافات اللي ايه بتاعنا اللي هما بيعبروا عن الجي ام دي من ايه البي والجي ام دي من بي السي والجي ام دي من سي الاي. طعم? لو حبينا نكتب هنا ده ايه? واللي جنبه ايه داش. وهنا ده بي. واللي جنبه بي داش. وهنا سي واللي جنبه ايه? سي داش. تمام? طيب. المسافة جي ام دي من ايه البي? احنا هنا عندنا اه طيب يبقى المسافات هنا وهنا وفي عندي في عندي ايه? فلما ايجي احسب التلاتة اه مسافات من ال اي بي والبي والسي والسي ايه بنعمل ايه? فكنا بتروح نحسي بالدي اي بي بعد كده الدي بي سي الوحدة بعد كده ايه? الدي سي ايه لوحدة. طب الدي اي بي عندنا كان بتساوي كم? كنا بتقول ان الدي اي بي كانت بتساوي الجزر كم? عدد فازات ايه? مضروبة في عدد فازات ايه? ايه فيها كم او كم موصل? فيها موصلين الايه? والبي فيها كم موصل? فيها آآ موصلين. يبقى الجزر كم? يبقى الجزر الرابع اتنين في اتنين يبقى الجزر ايه? الجزر الرابع. طيب ودحت الجزر كنا بنقول المسافة المسافة من ايه? لحد بي. تمام? مضروبة في المسافة من ايه? لبي داش. بعد كم مضروبة في المسافة من ايه داش. في لبي. بعد كده مضروبة في المسافة. من ايه داش لبي داش. تمام كده? طيب تعالونا عاوض في الكلام ده. الكلام ده هيساوي ايه? الكلام ده بيساوي. المسافة من ايه لحد بي. انا عندي هنا من ايه لايه داش? اربعة من عشر. تمام؟. ومن للسنطر للسنطر عندي كان? عندي عشرة متر. من السنطر دا للسنطر دا. عندي كان عندي عشرة متر. يبقى المسافة من ايه لبي بتساوي كم? بتساوي ال عشرة متر. طبعا الكلام ده كله ايه? تحت الجزر. الكلام ده كله ايه? تحت الجزر. تمام? الجزر الرابع. الجزر الرابع. فانا هنا عندي العشرة مضروف كان? ده الرقم الاولاني اللي هو من ايه للبي. بعد جدا عندي من الايه للبي داش عبارة عن ايه? عبارة عن عشرة زائد كان زائد عشرة زائد اربعة من عشرة ايه متر. يعني عشرة بوينت اربعة من عشرة ايه متر. لان المسافة عندي من السنتر هنا للسنتر هنا بعشرة متر. طيب من ايه البي ايه بتبعد قدي من السنتر? تبعد اتنين من عشرة. تمام? بس في الاتجاه السالب. خلاص? طيب. والبي داش تبعد قدي ايه من السنتر بتاع البي اتنين من عشرة بس في الاتجاه الموجب. يبقى اتنين من عشرة لحد السنتر. بعد كده لعشرة متر. بعد كده لحد السنتر التاني. بعد كده من السنتر التاني للبي داش اتنين من عشرة. يبقى اتنين من عشرة واتنين من عشرة. قدي اربعة من عشرة زائد العشرة متر بتوعي يبقى عشرة ايه بوينت اربعة من عشرة. عشرة واربعة من عشرة ايه متر. تمام? طيب مضروبة فيه من الاي من الاي داش للبي. من الاي داش للبي. هنا الاي داش بتابع قد ايه عن السنتر اتنين من عشرة متر في الاتجاه الموجد. تمام? طيب البي بتابع قد ايه من السنتر اتنين من عشرة متر بس في لين? في الاتجاه السالب. يبقى عشرة متر نقص كان ناقص الاربعة من عشر. لان هما الاتنين ايه قريبين من بعض. فسعية هيو عشرة متر. نقص. الاربعة من عشرة يعني ما ضربه في تسعة بوينت ستة من عشرة. تمام? طيب. بعد كده من ايه داش لبي داش زي من ايه لبي بتساوي كم? بتساوي عشرة ايه? عشرة متر. طيب. الكلام ده كله لما جينا نحسيب الرقم بتاعه. طيب الناتج بتاع الجهاز الرابع بيساوي ايه? تسعة بوينت تسعة تسعة خمسة. قريب جدا من عشرة. فهنا في اختصار بنعمله عشان نسهل طريقة الحل. ان انا لو عندي المسافات بين الفازات. بين الفازة ايه? والفازة بي. قميتها اكبر عشر مرات من البندل بتعتمد ان وانت بتحسي بالجي امي دي بتاعتك بتاخد المسافة من السنتر للسنتر هي تساوي على طول ايه? الدي ايه بي بتاعك. يعني احنا هنا كان عندنا الفازة ايه مكونة من ايه? و ايه داش. والفازة بي مكونة من بي و بي داش. تمام? وانا بحسي بالجي امي دي. لو انا بطبيق القانون الاساسي هيعمل زي ما عملت كده. طيب علشان無ختصر الكلام ده كله هي تترقم ايه? قريب جدا من العشرة. تمام? ليه تترقم قريب من العشرة? لان العشرة متر اللي هي المسافة من السنتر للسنتر مسافة من الفازة للفازة. اكبر عشر مرات من اللي اربعة من عشرة متر اللي هي البندل سبيسنج. فبالتالي البندل سبيسنج هنا مش عامل تاثير او لاربعة من عشرة متر هنا مش عامل ايه? تأثير على حساب البي collaboration التي فبالتالي لما تجي تحسب الدي اي بي ودي اي بي مباشرة هتعوض بها بكام? بعشرة متر. ده في حالة ان المسافة بين الفازة والفازة اكبر عشر مرات من البندل. تمام? طيب بالنفس الكيفية عندنا لما اجي احسب الدي بي سي هتبقى الدي بي سي بتساوي كام بقى على طول? بتساوي عشرة متر. تمام? هنا دي متر طبعا. بتساوي كام برضو? بتساوي عشرة اي? عشرة متر. وانت كده خسابة الثلاث فزاعة عشرة وعشرة. الدي سي ايه قاسف هتساوي من اي ال سي هتساوي عشرين متر قاسف. هتساوي كم? الدي سي اي هتساوي كم? عشرين متر. هيا المسافة من ايه للسي على طول. تمام? يبقى لما تروح تحسب ال جي ام دي بقى هتعود بكم? يبقى الجي ام دي عندك? الجي ام دي بيساوي الجزر التالت. الجزر التالت. الجزر التالت. الكامبة العشرة مضروبة في عشرة مضروبة في العشرين متر بتوعك. هيطلع لك النتج النهاية بكم? بتساوي عشرة في عشرين يطلع الجي ام دي عندك باتناشر بوينت وستة من عشر. اتناشر بوينت وكم? وستة من عشرة متر. تمام? طيب ومتى الجي ام دي بتاعتك هتساوي عشرة في عشرة في عشرين تحت الجزر التالت تديك اتناشر بوينت ستة من عشرة ايه? اتناشر وستة من عشرة متر. طيب. آآ بعد كده لو حبيت ان احنا تحسب قيمة الجي ام ار. عايز احسب قيمة ايه? قيمة الجي ام ار. طيب. عايزين نحسب قيمة الجي ام ار بتاعتنا? فاحنا نعمل ايه? بنشتغل بالقوانين بتاعت الجي ام ار. عندنا الجي ام ار في حالة كان بتساوي ايه برضو? الجي ام ار في حالة الجي ام ار سي كانت بتساوي. نفس القانون بتاع الجي ام دي لهو الجزر التالت. فقادي عندنا الجزر التالت. تمام? طيب تحت الجزر كنا بنقول ايه? كنا بنقول او الدي اس. الدي اس اي. يعني السلف اه السلف اه بتاع الفازة ايه? مضروب في الدي اس بي. مضروب في في دي اس زي 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 ما كنا بنعمل في بالزبط. كنا بنروح نفسي الدي اس ايه لوحدها. الدي اس ايه. تمام? كانت بتساوي ايه? اشوف الفازة ايه فيها كان مواصل فيها. هيبقى الجزر من الردبة كان. الجزر من الردبة الرابعة. بكتب القانون العام بتاعي. الجزر من الردبة الرابعة. علشان هما فاستين. فا ايه اتنين قص اتنين باربعة. وتحت الجزر بقى كنت تتابع ليه? المسافة من ايه ل ايه. بعد كده من ايه ل ايه داش. بعد كده من ايه داش ل ايه. واخر حاجة ايه? ايه داش ايه داش. طيب من ايه ايه و ايه داش ايه داش كنا بنعوض عنهم بكان بالار داش. هنا المرة دي وانا بحسك بالكبستنس. ما ميجا عوض عينها بايه? بار بس. من غير ايه? من غير الار داش. يبقى الار هتتكرر معي مرتين. يبقى الار تربية. مضروف في كان. مضروف في البندل بتاعي اللي هو الاربعة من عشرة متر كان برضو ايه? تربية. هيتكرر مرتين. اللي هو من ايه ل ايه داش. من ايه ل ايه. من ايه ل ايه. من ايه لداش ومن ايه ل ايه. هيتكرر هنا برضو كم مرة مرتين. تمام كده? يبقى انت عندك ار تربيع مضروح اربعة من عشرة تربيع تحت الجزر. هيطلع الكلام ده كله بيساوي ايه? هيطلع الكلام ده كله بيساوي آآ تطلع بكام? تطلع بسبعة من مية. سبعة ايه? من مية متر. تمام? الارة تعاوض عنها بكام? بواحد من اتنين من عشرة سنتيمتر بس تضرب عشرة قس سلب اتنين علشان تحولها لمتر. عشان يبقى ايه? واحد واتنين من عشرة. عشرة قس سلب اتنين عشان تحول المتر. مضروبة في الاربعة من عشرة. الكلام ده كله تحت الجزر ايه? تحت الجزر الرابع. طبعا لهم تربيع ممكن تطير التربيع ويجوء تحت ايه? تحت الجزر التاني مباشرة. تمام? يا بنت انا حسبت قيمة الجي اما ارسي. حسبنا بتساوي سبعة من مية متر. اللي بالتالي برضو هتساوي الدي اس بي. هتساوي الدي اس سي. لانه كلهم نفس الريديوس ونفس البندل اس بيسنج. نفس الاربعة من عشرة. فبالتالي عندك. الدي اس ايه? هتساوي الدي اس بي هتساوي الدي اس سي. فالتالت فزيت ايه? الني ام ع ridiculous هتساوي بعض تمام? لان التلاتة ليهم نفس الريديوس وليهم نفس البندل اسباسي فالتالاتة هتساوي بعض. فلما تعدين حسب الenda ما ار بكلية يبقى ساعتها الني اا ار سي هتساوي كام? هتساوي برضو السبعة من مية ايه? متر. لان الجزر التالت لسبعة من مية في سبعة من مية في سبعة من مية يديك كام يجيك سبعة من مية ايه? طيب. بعد كادره احنا حسب قيمة السي كبس تنسبتاعتنا. طبعا هنعوض في القانون العام بتاعنا اللي هو زيرو آآ بوينت زيرو خمسة خمسة ستة ده البسط مقسوم على نفتح قوس الجيم مي دي عندنا بكام? حسبناه هنا باتناشر بوينت ستة. مقسوم على الجيم ام ار اللي هو كام بوينت وسبعة ايه من مية. طبعا لازم البسط والمقام اللي اتنين يبقوا ايه? يبقوا نفس الوحدة. من فوق متر. يبقى ايه برضو المقام بتاعنا بكام بالمتر. طب هيطلع كام الكلام ده? هيطلع بتنين بوينت ستة? اتنين بوينت ستة مايكرو فراض。 هيطلع باتنين بوينت ستة مايكرو فراض. تمام? طبعا. طيب. قبل ما احول عبدا بنينا طلع اتنين بوينت ستة مايكرو فراد انا عندي قيمة الوحدة طلعت بالرقم اللي قدامي ده. زيرو واحد. زيرو سبعة. تمام? القانون بيطلع على قيمة الكبستنس ايه? مايكرو فراد. لكل كيلو متر. مايكرو فراد. لكل ايه? لكل كيلو متر. طيب لو انا عزيجي بالكبستنس الكلية فهناعمل ايه? فهضره بالسي دي في قيمة او فطول اللي هو في المتين وخمسين كيلو. في المتين وخمسين ايه كيلو. فبالتالي هتلعلي بيساوي اتنين بوينت ستة سبعة سبعة مايكرو ايه مايكرو فراد. تمام? دي القيمة الكلية الخاصة بايه? بالكبستنس اه طول بتساوي اتنين بوينت ستة سبعة سبعة ايه مايكرو فراد ايه الكلية. تمام? طيب. بعد كده او عايز يحسب فانا عندي نبقى هتساوي ايه? كانت بتساوي اتنين باي اف سين اتنين في باي في اف في السي اللي انت حسبتها هتساوي كان تضرب الكلام ده كله في بعضه مضروبه طبعا في الفيز مضروبه فين? في الفيز الفيز اللي هو المتين وعشرين كيلو فولت على جزر تلاتة المتين وعشرين كيلو فولت على كان على جزر تلاتة عشان تحولها من فهتطلع لك الطيار عندك بواحد واحد آآ واحد زيلو ستة تمانية كيلو امبير. هتطلع لك الطيار ايه? القيمة دي بآآ واحد زيلو ستة تمانية كيلو امبير. تمام? ده قيمة الطيار آآ البتاع على بعد كده وكان عايز يحسب عايز يحسب عايز يحسب عايز يحسب اللي ايه? فالكيو سي عندك لما تيجي تحسبها هتساوي اتنين باي اف سي اتنين في باي في اف في سي في الفي لاين الفي لاين تربيع في الفي لاين ايه? تربيع. تمام? طيب هيطلع بكامل الكلام ده? هيطلع معاك باربعين بوينت سبعة ايه? ميجا فار. اربعين بوينت سبعة ميجا ايه? ميجا. لو انت عندك مسألة زي كده مسألة في مسألة هنا قال لك ان انا عندي تلاتة فيز متوزعين وفقيا بالشكل ده ومديك الشكل الرسمة بتاعته. قال لك كل فازة وفازة عشرة متر. وهنا كان ده بس هو ايه لك النداء او بتاعه بواحد واثنين من عشرة فممكن نعتبر ان هو ايه? نعتبر ان هو ايه فازة واحدة بس بتاعها بواحد واثنين من عشرة تمام? طيب او كوندكتور واحد بتاعه بواحد واثنين من عشرة سبعة. وهنا بديك بمتين وعشرين كيلو والرديس بتاعه واحد واثنين والبندل اللي هي المسافة من ايه? دي اربعة من عشرة متر. وطول كان متين وخمسين كيلو. فعبد نروح نحسب قيمة علشان بعد كده قد رح شارجين كرنت واحدة رحسب ايه اللي هو عايزه. طيب في السي بنحسب ايه? الجي امي دي والجي مار. الجي امي دي في السري فيز بنكتب القانون. انا عارفيني ان المسألة سري فيز فنكتب القانون بتاعنا اللي هو السري في في السي اي تحت الجزر التالت وتروح تحسب كل واحدة لوحدها. طيب هنا اتف Shang in Japan قانون في حساب الجي امي دي فقط. انا انا هنا هن 가�mo suggests ما تكلم في حساب ايه? في حساب الجي ام industries. لوا المسافة بين الفازة والتانية اكبر عشر مرات من يعني هنا اربعة من عشرة. اربعة من عشرة في عشرة كام يديك اربعة متر. تمام? طب هنا المسافة بين الفازة والتانية كام? عشرة متة. يعني اكبر عشر مرات من ايه? من فبالتالي الرقم النهائي اللي عندك هيطلع قريب جدا من ايه? من فبتقدر تختصر الرقم ده وبدل ما تحسب الحزبة دي كلها تقول ان على طول بتساوي كام عشرة متر. مش الجي امي دي اللي بتساوي عشرة? لا. الدي اي بي بتساوي عشرة. وبالتالت دي بي سي هتساوي كام عشر. وبالتالت دي اي سي هتساوي كام عشرين. اللي هي الرقم التالت عندك. تمام? طيب التالت ارقام دور تحت الجزر التالت تطلع قيمة الجي امي دي باثناشر بوينت ست. تمام? في الجي امار عندك بقى تدق تحسب الجي امار زي ما احنا عارفين آآ آآ كل الفازة ايه مسلا ايه مع اي داش وبي مع بي داش والسي مع السي داش وتطلع الرقم وتعود تحسين قيمة C وقيمة I وقيمة LQC. هنيجي نحل المسألة التانية اللي عندنا. دي مسألة رقم اتنين. الاندي طوله كام? مئتين كيلومتر لون. عبارة عن دابل سيركت ايه سري فيز لوا بنحددك ان المسألة بتاعتك عبارة عن سري فيز. as shown in figure. بيشتغل عند كام متين وعشرين كيلو فولت. يبقى الجهد التشغيل عندك اللي انت هنشتغل عليه هو كام? متين وعشرين كيلو فولت. والرديس بتاعك باتنين من عشرة A سنت. طيب المسألة هنا نقصة بس ان هو مفروض يحط لك الرمز فين ال A وال B وال C او ال A داش و B داش و C داش. وهنا انت عندك سري فيز دابل سيركت. فعندنا ABC و A داش B داش C داش. طيب تعالوا نرسم من الكلام ده. طيب. عندنا المسألة رقم اتنين. المسألة تانية. كان مديك الداتا بتاعتك عبارة عن ايه? عبارة عن تمام? جهد التشغيل بتاعك بيساوي امتين وعشرين. بيساوي امتين وعشرين كيلو فولت. تمام? الار بتاعت الكندكتور كان بتساوي كانت بتساوي كم? كانت بتساوي اتنين سنتي. اتنين سنتي يعني كم متر? يعني اتنين من مية ايه? متر. تمام? طيب هل في داتا تانية? لحد دلوقتي لا. الداتا موجودة في هنا على قسم. خلاص فديد داتا بتاعت المسألة بتاعتنا. تعالوا نرسم المسألة. عندي ادي الفازة الاولى. ادي الفازة التانية. وادي الفازة ايه? التالتة. بعد كده ادي الفازة التانية. ادي الفازة الاولى بتاعتها. وادي الفازة التانية. وادي الفازة ايه? ايه التالت? طبعا? طبعا المفروض ان هم كلهم نفس كان مديك المسافة من هنا الهين كان من هنا لحد هنا المسافة دي كانت كام? كانت سبعة ونص متر. سبعة ونص ايه? سبعة ونص متر. والمسافة من المنتصف ده للمنتصف الناحة التانية كانت بكام? تسعة متر. والمسافة الرأسية من هنا المسافة الرأسية من بتاع اللي فوق. حد المنتصف كان 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 اربعة متر. تمام? دي التالت مسافات الرأسية اللي هون الديه لك. من هنا ل هنا سبعة ونص ومن الرأس بتاع فوق من اول الفازة اللي فوق لحد الفازة اللي في النص اربعة متر. والمسافة بين الفازة اللي على الشمال على المنتصف والفازة اللي على اليمين في نص السيركت بتالك كانت تسعة تسعة متر. سمام? طيب. علشان اقدر احسب هناك الحاجة النقصة عندي انه هو مفروض يسميه لك ايه? الفازات بتاعتك. فهنا عندي ادي ايه? هنا بي وهنا سي وهنا تحت اي داش. واللي فوق بي داش. واللي فوق خالص كانت كان او كانت اي سي داش. تمام? وبعدين رموز بتاعت المسألة هو هنا مش كذبها لك في الشيت. فاحنا هنعتمد انه هما الرموز دايز. طيب. وعايز يحسب ايه? المسألة عامة كان عايز يحسب ايه? احسب والشارجين كارنت. عايز يحسب السي والشارجين كارنت اللي هو ايه? اللي هو الطيق. تمام? طيب. دي عندنا سري فيز. سري فيز ترانس مش اللاين. لما نيجي نحلها نعمل ايه? نكتب القانون العائم اول حاجة. بتاع الكابستانس. السي بتساوي. زيرو. خمسة خمسة ستة. على اللن بتاع الجي ام دي. مقسوم على ايه? على الجي ام ار سي. تمام? طيب ده القانون العائم بتاعنا بيطلع لك الناتج بايه? زي ما اتفعنا بيه? بالمايكرو فراد. مايكرو فراد لكل ايه? لكل كيلو متر. تمام? تمام خليها كده عشان ايه تبقى دنيا. طيب. ده القانون العائم بتاع الكابستانس بتاعنا. هروح تسيب اول حاجة ايه? طيب القانون بتاعها ايه? الجي ام دي عندي بتساوي. تمام? يبقى الجزر التالت. الجزر التالت. الجزر التالت اللي تحت تحت الجزر عندي ايه? المسافة من ايه البي. مضروبة في المسافة من بي لسي. مضروبة في المسافة من ايه من سي لأي. تمام? طيب هتروح تجيب كل واحدة لوحدة. فهنروح الدي اي بي لوحدها. الدي اي بي لوحدة. بتساوي ايه? تساوي الجزر. الدي اي بي. الاي وبي مكونة من كم مكندكتور? الاي مكونة من اتنين والبي مكونة من اتنين. يبقى الجزر كام? يبقى الجزر الرابع. اتنين في اتنين. زي ما كنا نحسب في ايه? تمام? فهنا عندنا الجزر ايه? الجزر الرابع. المسافات بتاعة ايه بي? من ايه لحد بيه. تمام? المسافة من هنا هنا. طيب مش انت هنا عندك. المسافة من ايه? لي بي. عايزين نعرف المسافة دي كام? انت عندك من الاول فوق لحد النص لحد جزء المنتصف بتاعك كم متر? اربعة متر. تمام? طيب والجزء الافقي. الجزء الافقي بتاعك. الجزء الافقي بتاعك هنا من اول الخط الرأسي ده والخط كان اربعة متر. تمام? طيب والخط الافقي ده كم? انا عندي من هنا سبعة ونص ومن ال 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 ا اتش تسعة. تمام? طيب والرأس ما دي سمترية. يعني الجزء العلمين زي لعال الشماء. يبقى المسافة من الافقية من ال ايه لل بيه المسافة الافقية من فين لفين? من ال ا 봐요. للبير المسافة دي. متطلع كم? لو الخط ده وهو الجزء ده. يطلع كم? من ال اریه للبيه. تمام? انت عندك سبعة ونص يدي كم? يديك واحد ونص. واحد ونص على الاتنين. يبقى الجزر اللي تحت ده كان خمسة وسبعين من مية. الجزر اللي تحت ده كان خمسة وسبعين ايه من مية. اللي هو من ال ايه للبي. الخط الافقي من ال ايه للبي. يبقى انت عندك ده اربعة متر وده خمسة وسبعين من مية. بتقدر تروح تحسب الجزر او المسافة اللي هي ايه? اللي هي ال ايه بي. يبقى انت عندك ان المسافة بتاعت ال ايه بي بتساوي كم? بتساوي الجزر التاني جزر التربيعي. الجزر التربيعي. تحت الجزر عندي كمف كان? اربعة تربية. اربعة تربية. زائد الخط الافقي اللي هو خمسة وسبعين من مية ايه? تربية. خمسة سبعين من مية كان تربية. فتطلع لك المسافة دي بتساوي بتساوي الاربعة تربية زائد الخمسة سبعين من مية تربية. تطلع اربعة. اربعة سبعة من مية ايه. خلاص. وبعد دي المسافة من الايه للبي. تمام? وبعد اول رقمان هنعوض بيه هنا. اربعة سبعة من مية. طيب. من الايه للبي باربعة سبعة. المسافة التانية من الايه للبي داشة المسافة ديت. من الايه للبي داشة. بنفس الطريقة. عندك المسافة الرأسية كان? اربعة متر. طب المسافة من اول هنا لحد بتساوي كم? بتساوي السبعة ونص زائد الخمسة وسبعين من مية. تمام? طيب انت عندك ان السبعة ونص زائد الخمسة وسبعين من مية تديك كم? تديك تمانية وربعة. يبقى انت عندك المسافة الافقية من هنا الهينك كان بتمانية وربعة. والمسافة الرأسية اربعة متر. يبقى انت عندك اربعة تربيع زائد التمانية وربعة تربيع تديك الجزء الوطر اللي هو تسعة بوينت سبعة تشر. تسعة بوينت ايه? تسعة بوينت سبعتاشر. تمام? يبقى اربعة وسبعة مية في تسعة بوينت سبعتاشر. طيب مضروبة في كامت? احنا تقولنا هنا من ايه البي بعد كده من ايه البي داش. بعد كده من ايه داش لبي المسافة من هنا لهنا هي نفس المسافة من ايه البي لان هو المسافة من ايه البي بتساوي من ايه داش لايه? للبي نفس هي هي المسافة. فهتتضارف في تسعة بوينت سبعتاشر برضو. مضروبة في ايه? من ايه داش لبي داش من هنا لهنا هو نفس المسافة من اي لاي? من اي لبي. من اي داش لبي داش هي نفس المسافة من اي لبي. تمام? فالي هي تطلع باربعة بوينت زيرو سب. تمام? طب تحسب الكلام ده كله يطلع لك ايه? بر الجزر الكام. حسبه على الحزبة. الجزر التاني طبعا اربعة بوينت سبعة وتسعة بوينت سبعة عشر ما اتكرار مرتين فاقدر اصفصرها. اربعة بوينت سبعة في تسعة بوينت سبعتاشر تطلع بكم ستة وحداشر من مية. ستة وحداشر من مية ايه متر. ستة وحداشر من مية كام? تمام? طيب يبدأ دي اي بي. طيب الخطوة التانية تريد تحسب الدي بي سي. الدي بي سي. هيساوي بنفس الطريقة. جزر. الجزر الرابع. طيب. المسافة من البي للسي المسافة داية. من هنا من البي للسي المسافة داية. هي هي من ايه? من الاي للبي. تمام? طيب ومن الاي للبي عندنك هتبكان هتلاقي المسافات عندك معظمها ما تكرر. من الاي للبي عندك كانت اربعة point zero سبعة. اربعة point zero سبعة تمام? مضروبة من البي للسي داش اللي هي المسافة من البي هنا لحد السي داش. هي هي من ايهlane? من الاي للبي داش. تمام? هي هي المسافة الجانبية دي. فمن البي للسي داش تطلع كام? تسعة point سبعتاشر. طيب بعد كده من البي داش للسي فين البي داش? ادي البي داشة اهو. مضروة في برضو المسافة الجانبية اللي هي تسعة بوينت سبعة عشر. بعد كده من البي داش للس داش اللي هي المسافة ديت اللي هي اي بي اللي هي بي سي اللي هي اي داش بي داش تطلع باربعة بوينت زيرو سبعة. يبقى بالتالي القانون بتاعنا او الناتج بتاعنا يطلع كام على طول ستة بوينت خداشر ايه متر. تمام? وبعد ده طيب. فاضل الاخر حاجة الدي سي ايه. الدي سي اي بيساوي. نفس الطريقة الجزر. الجزر الرابع. للمسافات من السي لحد الاي slapped عطولها هي مسافة الرأسية صح? فمسافة من هنا للين اربعة متر. ومن النص لحد سي اربعة متر يبقى اربعة متر واربعة متر بكام? بتمانية. يبقى انت تحت الجزر اول رقم تمانية من السي للاي? بعد كده من السي للاي داش. السي للاي داش دي اللي هي ايه? اللي هي المسافة الاثوقية مضروبا في سبعة ونص. بعد كده من السي داش للايه? من السي داش للايه? اللي هي برضو كان مضروبة في سبعة ونص. بعد كده من السي داش للايه داش المسافة الرقصية اللي هي كام اللي هي تمانية متر. تمام? بتطلع بتساوي كام في الاخر? بتساوي نعملها بالحزبة. جزر التمانية في سبعة ونص. نهي ما تكراره مرتين. بتطلع عندك بسبعة. سبعة بوينت سبعة وربعة ستة. سبعة بوينت سبعة وربعة ايه ستة متر. طبعا? هتاخد الثلاث قيم دول وتروح تعود بهم تحسب قيمة قيمة ال جي ام دي الكلية. ساعتها ال جي ام دي. هيساوي كام بها الجزر الثالث. الجزر الثالث. الجزر الثالث لستة بوينت احداشر. سوري ما ليش نغائر تاني. ستة بوينت احداشر. مضروبة في ستة بوينت احداشر. مضروبة في سبعة بوينت سبعة اربعة ستة. تمام? طب تطلع بكم? بستة واحد وستين من مية ايه? بتطلع بستة واحد وستين من مية متر. تلات قيم دول تحت الجزر الثالث بتاع الجي ام دي. وانت كده حسبت قيمة ايه? الجي ام دي. طب الجزء الثاني عايزة احسب قيمة الجي ام ار الجي ام ار سي. بنفس الطريقة هيساوي ايه? الجزر. الجزر الثالث تحت القوس او تحت الجزر الدي اس اي. مضروبة في الدي اس بي. مضروبة في الدي اس اس سي. تمام? تلات قيم دول ايه? تحت الجزر. طب تروح تحسب الدي اس ايه الوحدة افطرف. الدي اس ايه الوحدة افطرف. هتساوي ايه? الفزة ايه مكونة من تو كوندكتور ايه و ايه داش. تمام? فهيبقى الجزر الرابع. الجزر الايه الرابع. ؟ تمام؟ طيب المسافة من ايه المسافة اي ايه بعد كده اي اي داش بعد كده من اي داش لايه بعد كده اي داش اي داش'. تمام? يبقى تحت هيكون عندك ار اللي هي اي اي والاي اي داش اللي هي بتساوي كامل ار اللي هي اتنيه من مية متر على طول بقى. مضروبة في كام? طبعا الكلام ده تربية لانه هيتكرر ايه? هيتكرر مرتين. فالكلام ده تربية. طيب مضروف فيه؟ المسافة من ايه الاي داش اللي هو الوطر الكامل بتاعك دا. اللي هو الوطر من هنا ايه? من هنا لهنا. من الايه للقيه داش تمام? طيب المسافة الرؤسية عندك كم؟ من الاس داش للقيه داش اللي هي تمانية متر. والمسافة اللي فوقها كام? سبعة ونصف. يبقى الوطر من ايه congress بيساوي كم? يبقى جزر سبعة ونصف تربيع زائد التمانية تربيع. سبعة ونصف تربيع زائد التمانية تربيع يديك الوطر اللي هو عشرة وستة وتسعين من مية. عشرة ايه? عشرة وستة وتسعين من مية. يو انت عندك من الايه للايه داش بتساوي عشرة بوينت ستة وتسعين من مية. بس برضو ما تنساش التربيع لان انت لسه تحت الجزر الرقم. فيطلع لك الدي بتساوي ايه بقى? عندك هتساوي. نحسب الكلام ده. جزر اتنين من مية مضروف في العشرة بوينت ستة وتسعين. طيب انا هنا ليه ما ربعتش عشان اشغل على الجزر التاني. هنا تربيع عشان موجود على الجزر ايه الرقم. تمام? طيب يطلع كامل الرقم ده? يطلع باربعة ستة تمانية من الف. اطبع ستة تمانية من ايه? من الف. اربعة ستة تمانية من الف ايه? متر. اوكي? طيب. وده الدي اس اي ايه? الدي اس بي عندك هتساوي كام? تحسب الدي اس بي هتساوي نفس الموضوع الجزر بتاعنا. الجزر الرابع. تمام? من البي للبي داش. من البي للبي داش بتسعة متر. تمام? طيب. طيب انت عندك الاتنين. من مية متر اللي هي بتاعنا طبعا تربيع. مضروف في ايه? مضروف في التسعة متر تربيع. اللي هي المسافة من البي للبي داش. تمام? طيب. الكلام ده يطلع بكام? نشوف لها الحزبة. الجزر الاتنين من مية. مضروف في التسعة على طول. يطلع باربعة اتنين اربعة. من الف. وانت اربعة اتنين ايه? اربعة متر. تمام? ده الدي اس بي. بعد كده عندك تارت حاجة الدي اس سي. اللي هو هيساوي. الجزر الرابع. اكتب القانون كامل معلش. شوف الاخر ابقى ايه اختصر وانت بتعوض. الجزر الرابع. تمام? من السي. للسي داش بتساوي كان. من السي لسي داش هي من ايه للالاش? فعلى طول هتساوي ايه? الاتنين من مية تربيع. مضروبة في العشرة ستة وتسعين من مية. العشرة ستة وتسعين من مية ايه? تربيع. خلاص? طيب الكلام ده بيساوي كان? بيساوي نفس الرقم بتاع اللي هو اربعة ستة تمانية ايه. تمام? طيب حسب التلات قيم بتوعك تروح تحسب قيمة الجي مار. وبساعتها الجي مار هنا بتاعتك. لما تكتعوض بالقانون اللي هي. بتطلع كامل الجي مار. تعال نحسب للحسبة. جزر التالت. للبوينت اربعة ستة تمانية. مضروبة في البوينت اربعة ستة تمانية برضو. بتكرروا مرتين. مضروبة في البوينت اربعة اتنين اربعة. تمام? تطلع باربعة خمسة ايه اربعة خمسة تلات. طيب انت عندك هنا بتساوي بوينت اربعة خمسة تلاتة. تمام? ده الحساب الجي مار بتاعك. تروح بعد ايه تحسب قيمة الكاباستنس. الكاباستنس هتطلع بكام? نفس القانون هنا الكاباستنس هتطلع بكام? تيجي تعوض في الحسبة. يطلع لك ان السي عندك بتساوي. آآ اه هتيجي تعوض تطلع باتنين من مية. مايكرو فراد. مايكرو فراد. لكل ايه? لكل كيلو متر. مايكرو فراد لكل ايه? لكل كيلو متر. تروح بعد ايه هتحسب. تروح بعد ايه كده تحسب. الاتشارجين كورنت فانت هنا عندك. الاي بيساوي اتنين في باي في الاف في السي اللي انت حسبتها في ايه? الفي فيز. تمام? تمام? طيب الكلام ده هيساوي ايه? تطلع عندك ال الالشارجين كورنت راينا نحسبه. اتنين مضروبة في في التردد عندك كم بكان? بخمسين هرتز. نحسب التردد عندنا بخمسين هرتز. خمسين. مضروبة في اللي هي كان بقى المتين وعشرين. متين وعشرين. في عشرة. قص ثلاثة. ان هو كيلو. على جزر تلات. على جزر تلات. تمام? طيب مضروبة في قيمة السي اللي انت حسبتها. مضروبة في قيمة ايه? في قيمة السي اللي انت حسبتها. اللي هو هنا ماديك متين كيلو متر لونج. فانت محتاج قيمة السي دي تضربها في كان في المتين. يبقى في المتين. في السي اللي هي اتنين من مية. بس في عشرة قصة سالب ستة. عشان هي مايكرو. وضربناها ميتين ليه? علشان تجيب الترانسيمشن لاين ايه? الكل. فيطلع معك الطيار بمية تسعة وخمسين وستة من عشرة ايه? امبر. ساوي مية تسعة وخمسين وستة من عشرة امبر. وكانت حسبت وحسبت ايه? قيمة